طيب نقدر نبدأ الآن إن شاء الله احتراماً للوقت والناس اللي جاءوا معنا مجدداً أرحب فيكم أخواني وأخواتي في لقاء المدارس المتميزة وهو لقاء مشترك لكل من شركتين إمكان وأعناب زي ما أنتم عارفين إمكان وأعناب يعني الشركتين مهتمة دايماً بتقديم أفضل الخدمات للمدارس والمعلمين وقادة المدارس والطلاب أولياء الأمور وحرصنا اليوم من خلال هذه الفعالية أنه إحنا ندعوكم عشان تتعرفوا على المنتجات والوسائل الجديدة اللي بنقدمها من إمكان وأعناب إن شاء الله لدعم مدارسكم ونجاحها بإذن الله الجندة اليوم إن شاء الله حافلة حتكون بس نوعيتكم بإذن الله تكون خفيفة فالبداية حنعطيكم تعريف بسيط عن شركة إمكان اللي فيكم ما عنده خلفية عنها وأيضاً حنرض عليكم خدمات إمكان لتقييم المدارس وهي خدمة جديدة بنطلقها في إمكان هذا العام وأيضاً خدمات كيمبرج للمدارس وبعد كده معانا أيضاً اليوم فريق منصة أعناب حيعطوكم نبذة عن المنصة وبعد كده حيعطوكم فكرة عن برامج أعناب لتدريب الكاذر التعليمي ومن بعدها أيضاً حيرضوا عليكم برامج التدريب على الرخصة المهنية وإن شاء الله في النهاية يكون معانا وقت للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم طبعاً هذا اليوم المتحدثين اللي حيكونوا معاكم في اللقاء طبعاً أنا نفسي عرفتكم بنفسي بس ما بشناك من فريق إمكان ومعانا الأستاذة خلود أسحاق مديرة قسم خدمات كيمبرج للمدارس في إمكان وأيضاً من فريق أعناب معانا الأستاذ فهد العتيبي مدير تسويق المنتجات للشراكات وأيضاً الأستاذة غادة حنبيشي وديرة قسم الرخص والمؤهلات طبعاً في البداية شركة إمكان التعليمية هي شركة استشارات خاصة بمجال تطوير التعليم والتدريب ورأس المال البشري إمكان هي شركة سعودية مقرها في جدة بدأت من حوالي عشر سنوات بهدف تطوير التعليم كان هدفنا أن نبدأ مع تطوير المدارس الأهلية والعالمية في السعودية ولكن ما شاء الله بعد كده والحمد لله توسعت خدماتنا ووصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم بعد عشرة سنوات وفريق من المتخصصين والمستشارين في هذا المجال وبنقدم خدمات مختلفة في قطاع التعليم لفئات مختلفة من المستفيدين ونقول لكم عليها إن شاء الله اليوم طبعاً الرؤية والرسالة في إمكان من يوم بدأنا كانت جداً واضحة وهي أننا نريد أن نكون قادة في مجال تطوير التعليم ليس فقط في المملكة ولكن أيضاً في الوطن العربي وفي جميع المجتمعات التي نعمل فيها الآن إمكان ليست فقط بتقدم خدماتها في المملكة ولكن توسعنا أيضاً إلى سوق الإمارات العربية جداً يهمنا أنه إحنا نضع هذه الرؤية والرسالة أمام عيوننا في جميع الخدمات التي نقدمها وطبعاً نعتز بقيمنا بشكل مهم والتي تنعكس في عملنا وفي اهتمامنا بالجودة في جميع الخدمات التي نقدمها للمستفيدين طبعاً نفخر أيضاً بعلاقاتنا وشبكة علاقاتنا القوية التي بنيناها في إمكان خلال هذه السنوات والتي منكم يمكن أن تعامل مع إمكان أو يعرف الفريق ويعرف شغلنا عنده فكرة عن هذا الشيء طبعاً لدينا شبكة من الخبراء الدوليين والمحلين المتخصصين في مجالات مختلفة في التعليم في قطاعات مختلفة وفي أيضاً مراحل تعليمية مختلفة أيضاً شبكة واسع من الشراكات داخل المنظومة التعليمية السعودية وهنا نقصد طبعاً الجهات المسؤولة عن اتخاذ القرارات في قطاع التعليم سواء كانت الجهات الحكومية الشركات الحكومية والمستثمرين القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي بالأضافة إلى ذلك طبعاً خبرتنا الواسعة في التعاون مع مؤسسات تعليم دولية لها خبرة في مجال التعليم وتطوير التعليم يعني على مر السنوات خدماتنا بشكل عام تتلخص حالياً في أربع خدمات أساسية طبعاً خدماتنا الأولى والخدمات الاستشارية والاستراتيجية هي اللي بنعمل فيها مع الجهات الحكومية مثل وزارة الثقافة ووزارة الاستثمار وغيرها من المنشآت الحكومية والهيئات بحيث ندعمهم في تنفيذ مشاريعهم الخاصة بتطوير التعليم وتدريب وبناء رأس المال البشري ولدينا عدة خبرات في هذا المجال بالنسبة لخدمات تطوير المدارس والمؤسسات التعليمية أيضاً عملنا مع عديد من المشاغلين السلام عليكم معاكم ندا زيدان الرئيس التنفيذي للعمليات نعتذر أستاذة بسمة بس كان عندها برد اليوم اليومين اللي فاتت بس بتشرب موية وترجع لنا بس دقيقة نعتذر مجدداً حكمل معاكم السلايدز المقدمة عن إمكان لحال رجوع الأستاذة بسمة فزي ما كانت بتتكلم أستاذة بسمة إحنا عندنا أربعة خدمات رئيسية بنقدمها لقطاع التعليم بفئاته المختلفة قطاع الحكومي والخاص والغير ربحي من ضمن هذه الخدمات الخدمات الاستشارية والاستراتيجية وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية بالإضافة للشراكات والاستثمارات المدرسية وآخر خدمة بنقدمها من خلال شركة إمكان هي خدمات شركاء كيمبريج والتي تخدم جميع مدارس التي تتبع لنظام ومنهج كيمبريج بالنسبة لخدمات إمكان لتقييم المدارس فحنعطيكم استعراض عن الخدمة التي تم إدراجها من قبل شركة إمكان في هذا العام توافياً مع المستجدات التي حصلت من قبل وزارة التعليم والتي تهدف إلى النهوض بالمدارس ورفع قدراتها وإمكانياتها وكوادرها لتحسن رجعت أستاذ بس عافية منكم صح وعافية كنت مريضة فك هل لازم أشرب شيء؟ سمحوني شكراً ندا طيب أعتقد وصلنا لخدمات إمكان لتقييم المدارس وهي زي ما ذكرت لحضراتكم خدمة جديدة بنطلقها في إمكان بناء على الطلبات التي جاءتنا في الفترة الماضية لتقييم المدارس بشكل شامل نحن نعرف في المملكة أنه خدمة تقييم المدارس أو يعني مبدأ تقييم المدارس بدأ مؤخراً عن طريق نهاية تقييم التعليم وذلك عندما أطلقوا معايير تقييم المدارس في العام الماضي سبتمبر بالتحديد وأطلقوا معاييرهم الوطنية لتقييم المدارس وأحنا طبعاً من بداية إمكان وأحنا دايماً بنشجع المدارس أن هما يقوموا بعملية التقييم وما ينتظروا جهة خارجية تجي وتقيمهم فلذلك بدأنا هذه الأداء وصممنا هذه الأداء بناء على خبراتنا ومعرفتنا بهذا المجال فأخذنا يعني جميع الممارسات الناجحة في عمليات التقييم العالمية والمحلية وحرصنا أننا نصممها في هذه الأداء والتي تناسب جميع المدارس سواء المدارس اللي هي حابة أن هي تخضع لتقييم هيئة التقييم والتعليم والتدريب اللي الآن جميع أصلاً المدارس في السعودية ستخضع له يعني بشكل إلزامي خلال السنوات القادمة أو المدارس العالمية اللي هي بتقدم مناهج أجنبية مثل المنهج الأمريكي طبعاً فيه مدارس بتعمل عملية الاعتماد أو الأكوديتيشن من مؤسسات مثل اللي هي علاقة بالمنهج الأمريكي مثل كوغنيا ومثل نياسك وأيضاً فيه المدارس اللي هي بتخضع له أو بتقدم البرنامج البرامج المنهج البريطاني وفيه اعتمادات مثل اعتماد كيمبرج الدولي واعتمادات مجلس الاعتماد البريطاني وأيضاً مدارس العالمية اللي بتقدم البكرولية الدولية أو الـ IB بحسب البرامج طبعاً في المراحل الابتدائية والمتوسطة والديبلون فنحن رأينا أنه الأداة تقييم المدارس هذه بتناسب جميع الاحتياجات وبتساعد المدرسة أن هي تتهيئ لمثل هذه الاعتمادات فلما تجي تعمل الاعتماد الأساسي أو التقييم الأساسي من الجهة الخارجية بتكون مستعدة بتكون مغطية الاحتياجات والمتطلبات بالأدلة المطلوبة لهذه الاعتمادات طيب يعني مرة تانية خلينا نقول ليش تقييم أو ليش مهم المدرسة تقييم نفسها لو ما كان فيه جهة خارجية جهة تقدم لو ما تقييم أو لو ما كان فيه أي اعتمادات مطلوبة إيش فائدة التقييم للمدارس طبعاً التقييم هو عبارة عن كأنه مرآة مرآة يعني يمسكها القائد المدرسة أو مدير المدرسة ويقدر ينظر من خلالها للمدرسة بجميع جوانبها الجوانب القوية والناجحة وأيضاً الجوانب التي تحتاج إلى تطوير وتحسين ويما أن التعليم من المجالات المتطورة بشكل سريع وخاصة زي ما احنا شايفين اليوم دخول التقنية ودخول الفكاء الاصطناعي وغيرها من التغييرات اللي بتصير في مجتمعنا وفي العالم فيحتاج قائد المدرسة أنه هو بشكل مستمر يقيم المدرسة هذه وينظر إذا المدرسة هذه بتحقق أهدافها بتغطي احتياجات الطلاب والمتعلمين والمجتمع وهل أيضاً بتحقق الأهداف المرجوة منها عند التأسيس طبعاً بعض من مزايا التقييم هي طبعاً اتخاذ عملية القرار عملية التقييم المدرسة بتعطي بيانات أو معلومات تساعد أصحاب القرار في المدرسة على اتخاذ قرارات بناء على أدلة وما تكون قرارات عشوائية أيضاً حسن استخدام الموارد والمصادر كثير احنا شفنا مدارس مثلاً استخدمت أو اشترت أجهزة تقنية عالية واشترت أدوات مثلاً علمية أو مكتبية أو مصادرة لكن ما عرفت كيف تستخدمها أو تفعلها فأيضاً التقييم بيساعد في استخدام أو الحسن استخدام هذه المصادر تعزيز التعاون التعاون جداً مهم طبعاً ما بين المدرسة وما بين الأهالي بكثير مدارس أيضاً يمكن ما يعني بتركز على هذا الموضوع ولكن احنا نشوف أن هي من أهم أسباب نجاح المدارس هو هذا التعاون وعملية التقييم بتعزز من هذا التعاون تعزيز رفاهية الطلاب رفاه الطلاب الآن من المجالات المهمة جداً حتى عند وزارة التعليم وفي عدة مبادرات حالياً لها علاقة بهذا الموضوع فالمدارس لازم تبدأ تنظر إلى هذه النقطة التي هي رفاه الطلاب وتدعم يعني تحقيقه تحسين جودة التعليم أكيد كلناً نبغى تعليم جيد وعالي الجودة لبناءنا وبناتنا وهذا أيضاً يزيب يعني أو يتحقق بعملية التقييم المستمر القيادة المدرسية الفعالة أكيد القائد الناجح لمدرسة هو القائد المدعم خلينا نقول بين المصادر وبين المعلومات التي يحتاجها لقيادة المدرسة والفريق العمل بشكل ناجح تحقيق الأهداف التعليمية لكل مدرسة ولكل برنامج ومنهج تعليمي فيه أهداف تعليمية يجب أن تحقق في آخر العام الدراسي فعملية التقييم بتساعد القائد أنه يعرف هما فين بالضبط موقعهم من هذه الأهداف وأخيراً يسأخناً طبعاً تعزيز ثقافة المدرسة ثقافة التعاون أنه ما يكون فقط القائد المدرسة أو المدير أو فريق الإدارة هما اللي همهم تحسين أو تطوير المدرسة يكون جميع العاملين في المدرسة وحتى أولياء الأمور يكون أيضاً هدفهم هو التحسين وتقويم والتطوير من عملية التعليم طيب الشريحة اللي بعدها زي ممكن بالنسبة لمجالات الشريحة اللي بعدها كنترول ندى شكراً طبعاً الأداء لا اللي قبلها الشريحة اللي قبلها اللي سمحتي ندر أيوة هذه الأداء بتركز على تمانية مجالات أساسية وطبعاً هي لا تخفى عليكم أو أي أحد عدى بعملية تقييم أو اعتماد وهي هذه المجالات الأساسية اللي بتنظر أو تعتمد عليها أي عملية تقييم أول شيء التعليم والتعلم أكيد طبعاً ما هي الممارسات اللي بيقوم فيها المعلمين والمشرفين في هذا المجال بيئة التعلم طبعاً نتكون بيئة تفاعلية أدوات التعلم المستخدمة التعليم التفاعلي هذه الثلاثة نقاط بننظر لها تحت مجال التعليم والتعلم بعد كده القيادة طبعاً قيادة المدرسية قائد المدرسة الفريق القيادي الأدوان والمسؤوليات الخاصة فيهم الخطة الاستراتيجية تكون واضحة لهم وغيرها من النقاط التي تندرج تحت مجال القيادة المنهج والتقييم أكيد طبعاً في مدارس أمكان يعني ماشية على برامج أو مناهج معينة ولكن بيكون مثلاً في تحدي أحياناً في تطبيق المنهج في استخدام جميع المصادر الخاصة فيه فهنا أيضاً عملية التقييم حتشمل المناهج ومصادرها تحصيل الطلاب وتقدمهم في هذه المواد وطبعاً عداد التقارير جمع الملاحظات تقييم هذا كله جزء من المنهج بالنسبة لمجال التطوير المهني وثقافة المدرسة زي ما احنا عارفين مهم جداً تطوير المعلمين والعاملين في المدرسة بشكل مستمر فلذلك بنامج التطوير المهني هذه برضو بننظر لها النمو القيم والبيئة المدرسية لأنها أيضاً بتؤثر على المعلمين والطلاب وحتى الفريق القيادي بعد كده بننظر إلى مجال العناية بالطالب وتطويره وإرشاده طبعاً من ناحية الشخصية المسارات الذاتية مشاركة الطلاب وصحة وسلامة الطلاب في البيئة المدرسية المجال السادس هو مشاركة الأهل والمجتمع بننظر ونقيم كيف التواصل مع الأهالي هل في شراكة مجتمعية بين المدرسة وبين جهات مختلفة في المجتمع مثل التطوع أو غيرها الشراكة المختلفة زي ما قلنا في مثلاً فعليات مختلفة على مدار العام المجال السابع هو المالية والإجراءات والموارد طبعاً هذه يمكن الجزئية اللي كتير من المدارس بتشوفها أنه هي يعني فيها تحدي لأنه فيها يعني تفاصيل كتير وفيها أعمال روتينية ولكنها جداً مهمة وبتأثر كتير على سير خلينا نقول العمليات داخل المدرسة وأخيراً طبعاً المجال التام اللي هو إدارة البيانات والمعلومات حالياً البيانات مهمة جداً استخدامها طبعاً أكيد توثيقها واستخدامها وأيضاً رفعها في تقارير واستفادة من هذه التقارير بشكل دوري من المعلمين إلى طبعاً الفريق القيادي فلو لاحظتوا يعني هذه التمانية جهات كلها بتعتمد على بعضها كتير شفنا مدارس ممكن يكون المنهج ممتاز الإدارة ممتازة ولكن مثلاً في ضعف في التواصل مع الأهالي فأثر على سمعة المدرسة وأثر بالتالي على نجاحها أو ممكن يكون التواصل ممتاز والتعليم والتعلم ولكن مثلاً في مشكلة في توثيق البيانات ورفع التقارير فلذلك الفريق القيادي ما عنده القدر أنه يأخذ القرارات بشكل مستمر أو ما عنده مثلاً قدرة على التوسع وغيرها من الأمثلة فلذلك كل الجهات المجالات هذه بتدعم بعضها ومهمة للتقييم المدرسي طيب إحنا طبعاً أيضاً فكرنا أنه في بعض المدارس حابة تتخصص يعني في مدرسة حابة تعمل تقييم شامل اللي إحنا نسميه 360 درجة أو 360 وفي مدارس حابة تركز على جهات معينة مثلاً خدمات التعليم للطلاب للدولة احتيازات الخاصة أو مثلاً مجال الثقافة والفنون الآن في توجه من الدولة على هذا المجال أو مثلاً إدارة وتشغيل المدارس أو مثلاً الطفولة المبكرة فصممنا الأداء بحيث أنها تكون في الباقة الأساسية اللي هو التقييم الشامل اللي هو يشمل الثمانية مجالات اللي ذكرتها لكم قبل شوية وأيضاً في باقات زي ما تشافين في 11 باقة صممناها بحيث أنه المدرسة تقدر تختار يعني نقوم بعملة التقييم الأساسي هذه الباقة الأساسية وبعد كده المدرسة تختار إذا فيه أي من الباقات اللي تناسبها وممكن حتى يتم اختيار أكتر من باقة وأحنا على أساسها نقوم بتوفير الخبراء والمقيمين المتخصصين في هذا المجال طيب أنا عشان وقت انتهى وما أقدر أعطيكم لأسف معلومات أكتر من كده في خلال هذا الوقت ولكن حابة أنكم تطلعوا أكتر على هذه الخدمة على موقع إمكان فتقدروا تستخدموا الباركود الموجود أمامكم تصوروه على الشاشة بالجوالات أو تستخدموا الرابط تحت الباركود بحيث لو ما فتح معكم الباركود تقدروا توصلوا أيضا للمعلومات وهي موجودة على موقع إمكان اللي هو إمكان إدوكيشن دوت كوم وإحنا اليوم صراحة حابين يعني نشكركم طبعا أنكم أنتم حضرتوا معنا اللقاء وبنقدم لكم فرصة لجميع القادة المدارس اللي حاضرين معنا اليوم أنكم لو مهتمين بالحصول على خدمة تقييم المدرسة فممكن أنتم تسجلوا اهتمامكم على هذا الرابط وإن شاء الله الفريق يتواصل معاكم ويحضر لكم أو يجدول معاكم جلسة مع خبراء تقييم المدارس من إمكان ويساعدكم في تحديد الباقة المناسبة لمدرستكم حسب الاحتياج وهذه خدمة احنا بقدمها بشكل مجاني فيريت إذا أنتم مهتمين تعرفوا أكتر تسجلوا اهتمامكم على الباير كود أو من خلال الرابط الموجود وأشكركم على وقتكم وأعتذر مرة تاني عن نوبة الكحة المفاجئة اللي جاتني والآن أحب أعرفكم على زميلتي الأستاذ خلود إسحاق اللي هي مديرة قسم خدمات كيمبرج للمدارس في إمكان واللي حتقول لكم أكتر عن خدماتنا من كيمبرج تفضلي خلود تسلمي شكراً باسمه وألف سلام عليك مساء الخير جميعاً معكم خلود مديرة قسم من خدمات كيمبرج في إمكان التعليمية واليوم أحب أعرفكم عن قطتنا وشراكتنا مع كيمبرج طيب بدأت شراكتنا في 2017 تحت شراء شعار نجعله واقعاً لنموذر الشراكة يعتبر الأول من نوعه في العالم العربي من خلال توفير خدمات ومعايير دولية في مجال المناهج والتقييم والتطوير المهني لمجتمع المدارس في المملكة طبعاً ويتماشى ذلك مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أو 2030 التي تشجع الشراكات بين المنظمات المحلية والدولية وبين المؤسسات العامة والقاصة وذلك طبعاً للمساهمة في تطوير التعليم بطريقة مستدامة طبعاً خدماتنا في كيمبرج تتمحول على ثلاث خدمات أساسية في دعم المدارس الإشراف على اختبارات كيمبرج أو مؤهلات كيمبرج الدولية هذه الاختبارات تعتبر اختبارات خارجية فنشرف عليها ونتأكد أنه تتنفذ بطريقة سرية وآمنة في المدارس وطبعاً دعم المدارس المشاركة معنا من بداية تسجيلهم ليصبحوا مدرسة من مدارس كيمبرج ولكل الدعم تطوير المهني عبر السنين وتقديم برامج كيمبرج للتطوير المهني اللي ان شاء الله أغطيها اليوم طيب نبذة أو لمحة عن كيمبرج طبعاً تعد كيمبرج الدولية أكبر مزود لمؤهلات التعليم في العالم وهي جزء من جامعة كيمبرج مما يجعلهم الهيئة الوحيدة لمؤهلات الدولية التابعة لأحدى الجامعات الرائدة على مستوى العالم يضم مجتمع كيمبرج العالمي أكثر من عشرة ألاف مدرسة في مئة وستين دولة وفي السعودية أو المملكة خاصة فوق المية مدرسة تستخدم مناهج كيمبرج وفي أكثر من مليون طالب يدرس منهج أو مناهج كيمبرج وهناك أكثر من 230 مركز لمؤهلات التطوير المهني يوفر تدريب تطوير المهني في أكثر من برنامج هتكلم عليها زي ما بودت هغطيها اليوم بإذن الله تمتلك إمكان شركة من الشركاء المرموقين الحمد لله على الصعيدين المحلي والدولي وهذا الشي طبعاً يساعد على مشاركة الخبرات الدولية والمحلية بين شركاءنا في المدن المختلفة والبلاد المختلفة وطبعاً هذه أهضر الأمثلة من شركاءنا في النجاح عبر السبع ثانوات طبعاً الحمد لله دائماً خدماتنا طبعاً بتكون عند حزن ظن الشركاء واللي ميزنا هو حقيقة حرصة الدائم بتقديم اللي يحتاجوا بجودة عالية إذا كانت في خدمات تطوير المهني أو الاختبارات الدولية الخارجية أو الدعم المستمر للمناهج والقادة المدارس والمعلمين طيب بالنسبة المؤهلات ومسار كيمبرج يقدم مسار كيمبرج خمسة مراحل من التعليم هذه المراحل تبدأ من سنة ثلاثة سنوات إلى سنة 19 عام مما يتيح طبعاً الحمد للانتقال السلس من التعليم المبكر إلى منحلة ما قبل الجامعة تاكس هذه البرامج أو أحدث الأبحاث الثربوية بالإضافة إلى توفير الدعم المناسب للمدارس ففي حقيقة دعم كامل بموارد تدريس وتعليم متكاملة للمعلمين لقادرة المدارس تسهل عليهم تنفيذ المنهج واليوم سيكون تركيز إن شاء الله على المرحلة الأولى وهي مرحلة طفولة أو مرحلة سنوات المبكرة التي يمكن لأي مدرسة عالمية أو خضانة استخدامها طيب الحمد لله كالشريك المحلي الوحيد المعتمد الذي يقدم خدمات كيمبريج في المدارس في المملكة اليوم اخترت ثلاثة خدمات استعرضها عليكم هما منهج كيمبريج للسنوات المبكرة اللي هي من عمر ستلات سنين زي ما قلت إلين ست سنين والذي أطلق هذا العام الدراسي بنجاح في بعض المدارس مثل مثلا مدارس مسك مدارس الأجياء المتطورة في جدة وحتكلم كمان عن القيمات الأولية أو كم بيس لاين أساسمنت لخياس أداء الطلاب وأخيرا برامج التطوير المهني المعتمدة من هيئة كيمبريج نقدمها باللغة الإنجليزية وأعناب يقدموها باللغة العربية برنامج برنامج كيمبريج الأطفال الأطفال إن شاء الله يكونوا متسجلين في رياض أطفال يوفر برنامج باقة متكاملة زي باقي البرامج من كيمبريج أو المراحل من الأدوات والأساليب التربوية التي تحتاج إليها المدارس أو الحضانات لتقديم تعليم متميز لكافة المتعلمين يشجع بشكل خاص على التعلم القائم على اللعب وحب الاستطناع التفاعلات الاجتماعية وطبعاً يبني أسس التعلم من هذا العمر المبكر مدى الحياة وتضمى المستويات عالمية وعالية من الصحة الذهنية والبدنية والتشجيع على المشاركة كمان على تجارب التعلم وتكييفه لينسجم مع الاحتياجات كل طفل أو الاحتياجات الفردية لكل طفل طيب كيف ينقسم هذا البرنامج لثلاثة مراحل اللي هي المرحلة الأولى من سنة ثلاثة سنين أربعة سنين المرحلة الثانية من أربعة لخمسة المرحلة الثالثة من خمسة لستة سنوات ويقسم المنهج إلى ستة مجالات دراسية مجالات موجودة قدامكم على الشريحة من الضروري أنكم تكونوا طبعاً عارفين أن هذا المنهج استند إلى أفضل الممارسات الموجودة في التعليم المبكر حول العالم زي منهج أو ممارسات مونتيسوري ريجيو إيميليا وغيرها بالإضافة إلى أحدث الأبحاث التربوية وأنهجيات التفكير طيب بالنسبة للتقييم الأولي أو كم بيسلاين أساسمنت من كيمبرج هو تقييم يعتبر لمنهجي لقياس الأداء فممكن كل المدارس اللي بتقدم جميع المناهج تستخدمه مو لازم يكون منهج كيمبرج لأنه يعتبر لمنهجي يعتمد على بيانات ضخمة في الأربعين سنة اللي فاتت جمع أكثر من ستتمية ألف تقييم لخياس المهارات اللازمة لاكتساب المعرفة اللامنهجية تم استخدام هذا التقييم زي ما قلت على مسار أربعين سنة في مية وعشرة دول لتمكين المدارس من تحويل البيانات إلى أفكار عملية لصد الفجوة بين البحث والتطبيق طيب كيف ممكن نستخدمه نقدر نستخدمه بطرق مختلفة في المدرسة ممكن نتابع تطور مهارات وتقدم الطلاب ما بين عمر 3 سنين 19 سنة ممكن نستخدمه كتقييم تشخيصي لساعد المعلمين والمعلمات في المدارس لتحسين نتائج الطلاب وممكن نستخدمه كمان في المدارس كاختبارات أولية للقبول في المدرسة وطبعا في تقارير مقصلة بعد أخذ التقييم هذا تساعد مدارس في توفير الأسس اللازمة لتقييم كفاءة عملية التدريس والتعليم والتعلم وليس فقط على مستوى الطالب أما بالنسبة لآخر خدمة موجودة عندنا ومنعبة تتعرضها اليوم هي خدمة كيمبريج للتطوير المهني أو برامج كيمبريج للتطوير المهني هي تعتبر شهادات معترفة عالمية يتم التدريب للقادة أو المعلمين على رأس العمل مدة الشهادة أو التدريب أربع شهور ونقدم طبعا زي ما قلت الشهادات هذه باللغة الإنجليزية وعند منصة إحنا بنقدمها في أربع مجالات مختلفة وأربع برامج مختلفة للقيادة التربوية التعليم والتعلم التدريس باستخدام التقنيات الرقمية وأفضل الممارسات في التعليم المبكر من 2017 الحمد لله إحنا بنقدم البرامج وتم تقديمها لأكثر من 620 معلم وقائد في مؤسسات تعليمية مختلفة كالموجودة أو المعروضة عندكم وحتى تحت مشاريع ومبادرات بالدعم والشراكة مع وزارة التعليم لمدارس مختلفة حول المملكة الحمد لله كانت كل الاستطلاعات في الفترة هذه يعني تشوز أو تورينا نسبة عالية من الرضا والأهم طبعا كان عندنا تقييم الأثر وكان فيه أثر إيجابي على المعلمين والقادة في مدرسهم وفصولهم بعد فصولهم على الشهادة وآخر شيء طبعا لجميع الحاضرين حشان حبينا نشكركم بنقدم عرض بس للحاضرين اليوم حيكون 15% نسبة تخفيض على برامج كيمبرج اللي هي الـ PDQ أو برامج التطوير المهني أو اجتماعات لتقديم استشارة لبرامج السنوات المبكرة من كيمبرج أو التقييمات الأولية فإذا ممكن تعبوا الاستبانة اللي حتكون موجودة في السلايد اللي بعدها إذا حابين اتاخدوا هذا العرض بإذن الله وقت يخلص فشكرا لحسن استماعكم وإذن ما قالت أستاذة بسمة إذا حابين يكون في أي أسئلة تقدروا تحطوها على الـ Q&A وإن شاء الله نجاوبكم في آخر الساشن شكرا أقال استماعكم وأسيبكم مع زمي للأستاذ فهد العتيبي يعرفكم أكثر على خدمات أعناب ومعلومات أكثر على المنصة شكرا شكرا أستاذة خلود إسحاق ومساء الخير عليكم جميعا أنا فهد العتيبي مدير تسويق المنتجات للشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريق اليوم أتكلمكم عن منصة أعناب إحنا منصة حائزة على جوائز في التعليم الإلكتروني ونقدم أفضل التدريبات للمعلمين والإداريين من خلال مكتبة جدا متنوعة من الدورات والبرامج التعليمية المتخصصة والعامة اللي بتفيد شتى المدارس في الوطن العربي نعرفكم أول شيء بمنصة أعناب منصة كل معلم إحنا حل شامل للمدارس في إدارة عملية التدريب بندرب الكادر الإداري والكادر القيادي وكمان الكادر التعليمي في المدارس العالمية والأهلية بنطور كل برامجنا داخليا في الأعناب وكمان بالشراكة مع مختلف الشركاء في تطوير المختوى المعتمد محليا وعالميا إن شاء الله إذا ممكن السلايد اللي بعده هنا نقدر نشوف بصمة أعناب بلغة الأرقام إحنا عندنا في مكتبتنا أكثر من تسعين دورة قصيرة تقدر تخدمكم في شتى التخصصات والمواضيع المختلفة المهمة للمعلمين والإداريين عندنا أكثر من ثمانية مؤهلات معتمدة كمان في مكتبتنا وأكثر من ثلاثين رخصة مهنية معتمدة للمعلمين في المجالات العامة والتخصصية بالشراكة في كمان أكثر من ثلاثين شريك في تطوير المحتوى قدرنا إنه إحنا نوصل بلول مختلفة تدريبية وبرامج تدريبية معتمدة مختلفة في أكثر من موضوع بهم جميع أطراف المدرسة من حيث المستخدمين عندنا في بصمتنا أكثر من ميتين وسبعين ألف تسجيل على هذه المنصة في أكثر من عشرة دول حول العالم العربي وهنا إحنا بنتموضى كمنصة ذات حل واسع النطاق فبنتوسع بشكل جدا كبير من خلال حلولنا التكنولوجية من خلال كل هذول المستخدمين قدرنا نحصل على أكثر من ثلاثمئة وخمسين ألف شهادة ببصمة أعناب معتمدة محليا وصلت لآلاف المعلمين والمعلمات والإداريين وشريحة القيادية المدرسية كمان من جهة المؤسسات والجهات الحكومية قدرنا نطور أكثر من ونصمم وكمان ننفذ ستة مشاريع على النطاق الواسع خلتنا نقدر ندرب أكثر من ثلاثين ألف معلم ومعلمة حول المنطقة هذا ممكن السلايد اللي بعده تقدروا تشوفوا فيها وهنا تقدروا تشوفوا أنه مركز مرخص للتدريب بشهادات كمان معتمدة من أكثر من جهة عندكم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني المعهد الوطني للتطوير المهني والتعليمي وكمان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهمني فكل دورة من دوراتنا معتمدة توصلكم شهاداتها المعتمدة فور إكمال وإجتياز هذه الدورات وأخيرا وليس آخرا في آخر شريحة تقدروا تشوفوا الجوائز المختلفة اللي أعناب حصلت عليها عبر الخمسة سنين اللي فاتت عندنا أكثر من جائزة على صعيد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكمان احنا المركز الأول في المملكة العربية السعودية في التدريب الإلكتروني على مسار التمييز لعام 2023 وهنا كنترول إذا ممكن بس توقفونا الشير يصير نقدر نعرض المنصة للحضور وإذا ممكن الزملاء بس يأكدوا لي أن الشاشة واضحة شكرا أستاذة بسمى هنا تقدروا تشوفوا صفحة الواجهة لمنصة عناب تقدروا تزوروها من عناب دوت كوم وتقدروا من هنا تقدروا على الطول تروحوا لي تتصفحوا الدورات المختلفة عندكم طبعا دورات مختلفة في مجالات مختلفة من الرخص المهنية وكمان الدورات القصيرة للتطوير المهني تقدروا تشوفوا طبعا نوع الدورة تقدروا تشوفوا اسمها كم ساعة تأخذ منكم سعر الدورة وكمان مين مقدم هذه الدورة طبعا عندنا مكتبة جدا متنوعة وكبيرة وتخدم جميع التخصصات والمراحل التعليمية كمان الشريحة القيادية والشريحة الإدارية في كل مدرسة طبعا فور اشتراككم كمدرسة وهذا الحال اللي احنا عاليا بنقدمه لكل المدارس حول الوطن العربي اللي هي باقات المدارس بالاشتراك السنوي عندنا باقات في متناول الجميع بأسعار تبدأ من 2500 ريال سنويا بتشمل جميع كادرك التدريبي أو كادرك التعليمي ونوفر لكم كمان رصيد شهادات ورصيد كمان لطرح الوظائف المختلفة يصير كل آلاف المستخدمين والمعلمين حول الوطن العربي اللي موجودين عندنا على المنصة يقدروا يقدموا على الوظائف الشاغرة في مؤسساتكم فعندنا كمان أكثر من باقة متوفرة لكم كمان فريق المبيعات بعد هذه خلينا نقول السيشن هنرسل لكم في الشات رابط يقدروا تعبوا يصير الفريق يقدر يتواصل معاكم ونقدر كمان نوائم كل الباقات هذه لإحتياجاتكم المختلفة أخيرا وليس آخرا هعارض عليكم لوحة المتابعة وهذه اللوحة حتى تساعدكم كإداريين أنكم تتابعوا وتراقبوا طبعا الجولة أو خلينا نقول الطور التعليمي لمدرساتكم فهتقدروا تشوفوا عدد المتدربين وعدد خلينا نقول اليوزرز اللي لسا ما دخلوا المنصة كم كم الالتحاقات اللي موجودة كم كمان الباسز أو الاجتيازات إيش أكثر خلينا نقول الكورسات اللي حصدوا عليها المتدربين وهنا تقدروا تشوف كمان جدول بآخر الأخبار بإشعارات على المتدرب الفلاني دخل أي كورس وكيف حالة الكورس هذا ومتآخر تفاعل كان على هذه المنصة وطبعا الداشبورد حسب المدرسة نقدر نخصصه بأي لغة تحتاجوها يصير سهل التعامل مع كادركم وطبعا في معلومات كثيرة تقدروا تستخدموها منها بالداشبورد كمثلا إصدار الشهادات لكل المتدربين تقدروا كمان تطلعوا قياس الأثر لكل الدورات اللي موجودة عندنا على المنصة التسعين دورة دائما سيكون معكم وحدات أو أدوات لقياس الأثر يصير تقدروا تقننوا إذا المتدرب اللي حصل على هذه الدورة واشتازها هلأ الآن قاعد يطبق أفضل الممارسات أو المفاهيم المطروحة في الدورة داخل الفصل يصير من خلال هذه الخطوة تقدروا تقيموا إذا تسترون لهذا المتدرب الشهادة أو يرجع يكمل الدورة مرة ثانية طيب من هنا تقدروا تشوفوا جميع المستخدمين تقدروا تشوفوا كمان اللي يساعدكم تخصصوا حسابكم وبعدا طبعا معلومات عن الاشتراك ومتى ينتهي ومعلومات عن الجهة اللي مشتركة وبكذا إن شاء الله نكون خفيفين عليكم في أعناب ويعرفناكم بمنصتنا للتدريب الإلكتروني وشكرا لوقتكم والآن أقدر أقدم لكم سميلتي غادة حنبيشي رئيسة قسم الرخص المهنية والمؤهلات شكرا فهد جديك العافية معكم غادة حنبيشي مدير قسم الرخص والمؤهلات في أعناب اليوم إن شاء الله سأعرفكم على دورات الرخص المهنية والمؤهلات في منصة أعناب والخدمات اللي بنقدمها للمدارس لتمكين المعلمين من الإلمان بالمعايير المهنية لإفتبار الرخص المهنية إذا ممكن الشريحة لبعدها طبعا بالإضافة إلى الدورات أو المسار اللي يعرفكم عليه زميلي فهد إحنا في أعناب بنقدم برامج تهيئة المعلمين والمعلمات لإجتياز اختبارات الرخص المهنية طبعا الرخص المهنية يمكن أكثر من أكثر الأمور اللي تشغل المعلمين والإداريين في المدرسة للحصول عليها الآن فإحنا من باب أنه دعم المعلمين وتدريبهم ودورنا في المساهمة في التعليم ورفع مهارات المعلمين بالإلمان بالمعايير طبعا المعايير هذه حددتها هيئة تقويم التعليم والتدريب بما تتضمن من مهارات ومعارف ومفاهيم أطلقنا وطورنا في أعناب دورات الرخص المهنية طيب ليش دورات الرخص المهنية مهمة أو بشكل عام ليش الحصول على الرخص المهنية مهم بالنسبة للمعلمين طبعا كانت هي في الفترة الأخيرة يعني في السنوات السابقة كانت الرخص المهنية الزامية على معلمين اللي على رأس العمل أو اللي حابين إنهم التحقوا بقطاع التعليم في القطاع الحكومي فقط ولكن الآن أصبحت أيضا من ضمن اشتراطات التعاقد مع القادة والمعلمين والمشرفين في المدارس الخاصة والعالمية حسب التعميم الأخير اللي صدر من هيئة تقويم التعليم والتدريب من الأمور أيضا المهمة ليش للرخص المهنية هي ارتباطها الآن بمؤشر تقييم المدارس فطبعا حصول المعلمين على مدارسة يرفع من تقييم المدرسة حسب عدد المعلمين اللي حاصلين على الرخص المهنية في المدارس فهي الآن مرتبطة بشكل كبير بالتقييم أيضا هذا العام في 2020 كانت أول سنة تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب عن إطلاق اختبارين في العام للتربة والعام واختبارين للتخصص وهذه أول سنة وهذا دليل أو مؤشر على توجه الهيئة لحصول المعلمين على الرخص المهنية باعتماد اختبارين في العام بدل من واحد اختبار طبعا نحن في أعناب نقدم دورات تهيئة المعلمين والمعلمات لإجتياز اختبار التربة والعام هذا الاختبار يشترك فيه جميع المعلمين بمختلف تخصصاتهم والقادة والمشرفين وطبعا دورات التخصصية اللي يتم الالتحاق بيها بناء على هذه طبعا الاختبارين اللي لازم يشتازها المعلم حتى يحصل على الرغصة المهنية الشريحة اللي بعدها بليز بالإضافة لدورات التدريبية خصصت أعناب متجر يسهل على المتدردين حصولهم على كتب الرغصة المهنية طبعا هذا إدعم ويساهم في رحلتهم للاستعداد للحصول على الرغصة المهنية تتوفر في متجر أعناب كتب إلكترونية وكتب ورقية تسهل على المعلمين باختيار طبعا الطريق المناسبة لتعلمهم نكست بليز طبعا إحنا عندنا باقات الرخصة المهنية للمدارس بنقدم فيها باقة الرخصة المهنية لمدارس الشراكات اللي معنا وباقة الرخصة المهنية بشكل منفصل طبعا بنقدم فيها الدورتين الدورتين التربوي والعام فيها شرح شامل لكافة المعايير عن طريق مسارين بيكون لقاءات مباشرة أو مسجلة طبعا بالإضافة إلى كل المحتوى الغير متزام اللي متاح على المنصة تطبيقات ونماذج محاكية للاختبارات ومتابعة ودعم مستمر بالإضافة طبعا لشهادات معتمدة يقدروا المعلمين يضيفوها لساعات التطوير المهني طبعا الدورات الرخصة المهنية معتمدة من 42 إلى 60 ساعة وإن شاء الله هذه الدورات ساعدهم على الاستعداد والتهيئة لدخول الاختبار بكل ثقة والاجتياز بدرجات عالية من ضمن الخدمات اللي نقدمها للمدارس عشان تدعم المعلمين وتساعدهم على التعرف على الرخصة المهنية وكيف يسجلوا فيها وكل الرود ماب لهم بنقدم خدمة مجانية للمدارس بعمل لقاء تعريف عن الرخصة المهنية وكيف ممكن يستعدوا للاختبار وبنقدم فيها شهادة للمدرسة أيضا يقدروا يضعوها من ضمن الشواهد في تقييم المدرسة بتشجيعهم المعلمين باجتياز اختبارات الرخصة المهنية طبعا بالإضافة لبرامج الرخص المهنية عندنا برامج المؤهلات المهنية في أعنام هي برامج معتمدة دوليا ومحليا لدعم المعلمين والقادة بأفضل الممارسات وطبعا كلها واعتمد الشهادات احنا عندنا شهادات كيمبرج نقدم فيها ثلاث أنواع من الشهادات هي نفس اللي شرحت لكم هي زميلة قلود من إمكان لكن احنا بنقدم شهادات كيمبرج للتعليم والتعلم وكيمبرج بالتقنيات وكيمبرج للقيادة التربوية طبعا الدورات هذه مقدمة باللغة العربية وفيه طبعا محتوى متزامن وغير متزامن على المنصة من فيديوهات مصورة لقاءات مباشرة وهي أيضا برنامج شهادة كيمبرج للتعليم والتعلم بالإضافة لأنه معتمد دوليا من كيمبرج وأيضا برنامج معتمد محليا ب160 ساعة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أيضا عندنا شهادة كاش والثاني للرعاية الطفولة المبكرة برنامج متخصص لممارسي رعاية الطفولة المبكرة في رياضة الأطفال والحضانات ومراكز رعاية الأطفال طبعا هو برنامج ب180 ساعة ومعتمد من كاش في بريطانيا وأيضا برنامج تأهيل لاختبار اللغة الصينية الـ HSK1 زي ما احنا عافين الآن هذه السنة اعتمدوا الوزارة تعليم اللغة الصينية في المرحلة المتوسطة فالكثير الآن من المدارس الأهلية والعالمية أيضا متوجهة لأنه يكون في تدريس اللغة الصينية في المدارس فهذا البرنامج ممكن أنه يدعم المعلمين أو الطلاب اللي راغمين في تعلم والتمكن من اللغة الصينية وتقديم للاختبار والعاملين في قطاع التعليم والتدريب والمهتمين بشكل عام بهذا المجال هذا بالنسبة للرخص المهنية والمؤهلات في أعناق طبعا احنا قدمنا لكم كده فكرة عامة عن البرامج وممكن تسجلوا اهتمامكم في حال رغبتكم يعني بالالتحاق بباقات الرخص المهنية أو باقات المدارس وإذا حابين تسجلوا على اللقاءات التعريفية اللي بنقدمها سواء عن البرامج أو عن الرخص المهنية تقدروا الآن تسجلوا اهتمامكم وإن شاء الله نتواصل معكم شكرا لكم أمل استيماعكم ممكن أستاذة بسمه تفضلي شكرا غادة وشكرا فهد وشكرا خلود على تقديمكم للخدمات على تقديمكم أوكي طيب إحنا عندنا إن شاء الله وقت حوالي 10 دقائق عشان نجاوب على أسئلتكم أنا شايفة في بعض الأسئلة في الصندوق الأسئلة اللي هو Q&A فيريت إذا فيه أي أسئلة ممكن حضراتكم تضيفوها الآن والفريق إذا فيه أي أسئلة جات في التشات بوكس بس تبلغونا عشان نبدأ نجاوب عليها طيب الأخت فريدة تسأل عن سعر الباقة توقع غزق باقة اللي هي تقييم المدارس طبعا إحنا أستاذة فريدة يعني بنعطي السعر بناء على عدة متغيرات أو عدة أمور أولها طبعا حجم المدرسة حجم الفريق اللي حيقوم بالتقييم إذا كان التقييم هو مثلا بناء على أي نظام اعتماد يعني في عدة أمور إحنا بنحدد عليها السعر فإذا كان حضرتك عندك اهتمام فيريد تتواصلي معنا على الرابط اللي وضعنا اللي هو يعني الفورم حق تسجيل الاهتمام وإن شاء الله يقدر الفريق يتقابل معاك ويقدر يعطيك فكرة عن ممكن كم تكون التكلفة لمدرستك جاءنا سؤال ثاني نرغب في تقييم وتطوير مدرستنا كيف ممكن تساعدونا بالضبط عن طريق تقديم هذه الأداء أو هذا البرنامج هو برنامج تقييم المدارس فإحنا سعيدين جدا لو حضراتكم بس تعبوا النموذج وحيكون في تواصل من فريقنا مع المدرسة وممكن نعمل الجلسة اللي هي من خلالها إحنا يعني من خلال النقاش ونسألكم بعض الأسئلة نقدر نعرف إيش الباقة اللي ممكن حتناسب المدرسة ونقدر نساعدكم إن شاء الله من خلالها طيب أتوقع فيه سؤال ثاني أممكن من على كيمبرج خلود إذا تحب التواب لدينا معلمين أجانب أيوة بالنسبة لهذا السؤال هو هيكون من قسم كيمبرج بس للغة الإنجليزية فهذا قسم مختلف إحنا شاركتنا مع مؤهلات كيمبرج اللي هو المنهج الدراسي للطلاب من سن الفضاء سنوات إليه 19 سنة بالنسبة لل تدريب اللغة الإنجليزية مع قسم اللغة الإنجليزية وإذا حابين كمان ممكن ترسلوه لنا وإحنا نتواصل مع هذه أو هذا القسم بس مو هو القسم اللي إحنا شراكت أو شغل معهم طيب تمام أتوقع شكرا خلود فيك سؤال اللي هو على اللغة المقدمة لخدمات برنامج كيمبرج اللي هو للقادة غادة إذا تحب تجاوبي على هذا السؤال الـ Education Leadership بيتقدم بأي لغة إحنا بنقدمها باللغة العربية كامل باللغة العربية طبعاً في إمكان متوفر باللغة الإنجليزية فحسب المعلمين اللي عندكم فمتوفر للإثنين يعني حابين إنجليزي متاح وعربي أيضاً متاح عن طريق نعم صحيح جميع برامج الـ PdQ اللي هي المؤهلات حق كيمبرج بنقدمها باللغة الإنجليزية عن طريق إمكان وباللغة العربية عن طريق أحنا في أي أسئلة تانية أظن في الشات أنا شايفة في سؤال على PISJ المدرسة تعتبر فهم شراكة أو بيشتغلوا دائريكتلي مع كيمبرج فتعتبر مدرسة معتمدة من كيمبرج طب نتمنى أنكم تكونوا وسجلتوا وأخذتوا المعلومات والروابط اللي وفرناها خلال الجلسة في حال أنكم ما قدرتوا تأخذوها فبرضو ممكن تتواصلوا معنا مع شركة إمكان زي ما تشايفين هذا الموقع ومعلومات التواصل لإيميل وجميع حساباتنا في وسائل التواصل وأيضاً منصة أعناب موقعهم الإيميل للتواصل وأيضاً حسابات قنوات التواصل الاجتماعي ونتمنى حقيقي أنه نكون إن شاء الله اليوم عطيناكم المعلومات اللي تحتاجوا تعرفوها عن خدمات إمكان وأعناب للمدارس وإن شاء الله نتطلع لخدمتكم بإذن الله قريباً أعتقد فيه سؤال تاني هل دورة الرخص المهنية في مجال قيادة المدرسية في مدارس الشراكة برسوم غادة طبعاً إحنا زي ما قلت لكم إنه إحنا عندنا فيه باقات للمدارس المشاركة وباقات للمدارس منفصلة فطبعاً هي ما بتكون يعني هي برسوم ولكن بتكون برسوم مختلفة حسب الشراكة اللي مع المدرسة وممكن تشوفي نشارككم يعني الباقات حطي السجل نقدر نشارك معاكم باقات الرخص المهنية ونديك التفاصيل بإذن الله أيوة أنا شافة كثير في أسعار مدارس الأعناب فأكيد الفريق الأعناب يقدروا يفيدوكم في هذه المعلومة بس تتواصلوا معاهم وهم إن شاء الله يقدروا يعطيكم أسعار الباقات المختلفة للمدارس طيب في برضو الأخ عمر بيسأل هل يوجد توجه نحو توفير برامج نوعية وخاصة بقادة العملية التعليمية على مستوى الشركات التعليمية أعتقد أستاذ عمر قصدك إذا كان قائد بس ما هو على رأس عمل في مدرسة ولكن في شركة إذا أنا فهمت الجواب بشكل صحيح السؤال بشكل صحيح حاليا طبعا البرامج اللي هي حق المؤهلات كيمبرج تطوير المهن اللي هي البي دي كيو فقط لقادة المدارس اللي بيعملوا في المدارس أو في المنشآت التعليمية يعني ممكن يكون بيشتغل في معهد أو في جامعة ولكن للأسف ما هو للقادة اللي هم في الشركات طبعا هنا يعني للشركات بيكون في برامج تدريب خاصة بالمهارات القيادية فهذه للأسف ما هي من من اختصاصنا إحنا يمكن تكون أكثر اختصاص البرامج اللي هي تدريب القيادي في الشركات في مجال إدارة الأعمال فضلي غادة إذا يحب فيه أعناب برو بسياموا للمدارس عشان كده اليوم ما قدمنا عنها وممكن برضو يتواصل معنا نندي له فكرة عن برنامج أعناب برو اللي بيقدم لغير المدارس فيه سؤال ثاني كيف مدرسة تساعدنا كالسعوديات في هذه الباقات برضو ما عليش هدي باقات أعناب ولا باقة المدارس لو تقدر الأخت اللي بتسأل بستوضح السؤال على أي باقة بالظر يمكن لأعناب ما أدري غادة هل في أي أو فهد هل في مثلا يعني دعم من المدارس للمعلمات السعوديات وطبعا أكيد الدورات متاحة آسفة فهد ما عليش سامحيني بالنسبة لاشتراكات المدارس أو باقات المدارس في عناب السنوية تقدر المدرسة أنها تشترك معنا اشتراك سنوي يبدأ من 2500 ريال وهذا الاشتراك احنا خصصنا للمؤسسات الصغيرة والمدارس الصغيرة اللي مثلا لها فرع واحد فقط فممكن اللينك اللي أنا الآن حطه في تشات لكي أستاذ اللي سألت تقدر مدرسة تتكلم معنا من هناك أو تتواصل معنا من هناك يصير نقدر نشوف كيف ممكن نخدمكم إن شاء الله ممتاز شكراً فهد إن شاء الله يكون جاوبنا على سؤالك أختي طيب بقي معنا دقيقة لو أي أحد حابب يسأل أي سؤال أو عنده أي استفسار يظهر أن احنا غطينا جميع المعلومات وإحنا سعيدين بهذا الشيء أكيد ونتمنى دايماً أنكم تكونوا على يعني تواصل معنا عن طريق متابعة حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لأننا دائماً بنعلن عن خدماتنا ومتجاتنا الجديدة من خلالها وبإذن الله إن شاء الله يكون لنا لقاء تاني قريباً معاكم وفي انتظار الطلبات الحصول على المعلومات من الإمكان وأعناب إن شاء الله آه طيب جاءنا سؤال كيف يمكن التواصل معاكم آه موزود الإيميل الخاص بإمكان وبأعناب فحضرتك حابة تتواصلي مع مين أو مع أي فريق تقدري تتواصلي عن طريق الإيميل تمام شكراً لكم جميعاً وشكراً للفريق اللي كانوا معنا اليوم يعطيكم العافية وتصبعوا على خير شكراً من شكراً لكم شكراً لكم